السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي مع المادة الجميلة والرائعة مادة التربية الفنية أحبتي كل عام وأنتم بخير ودرسنا الأول إن شاء الله في هذه السنة سيكون عن الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب ولكن أيها الأحبة وقبل أن نبدأ في هذا الدرس لا بد علينا أن نطلع بشكل سريع على المجالات المختلفة في هذا الكتاب وكذلك التي سنتناولها إن شاء الله ففي البداية عندنا مجال الرسم طبعا مجال الرسم أحبتي يحتوي على ثلاثة موضوعات في الوحدة الأولى الموضوع الأول عن الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب وهم موضوعنا لهذا اليوم وفي اللقاء القادم إن شاء الله بعد ذلك عندنا المآذن والقباب في العمارة الإسلامية أما الموضوع الثالث سيكون عن الحرف الشعبية في الوحدة الثانية سيكون مجال الزخرفة والتي ستحتوي على موضوعين في الموضوع الأول تجريد وحدة زخرفية نباتية ثم بعد ذلك في الموضوع الثاني سيكون التوريق في الزخارف الإسلامية بالنسبة أحبتي للوحدة الثالثة في هذا الفصل الدراسي ستحتوي على موضوعين الأول عن المطبوعات بالتفريغ ثم الموضوع الثاني عن طباعة وحدة زخرفية بالتفريغ سننتقل أحبتي الآن إلى الدرس الأول درسنا هو عن الخامات المختلفة والمنظور والنسبة والتناسب في كل درس أحبتي من دروس التربية الفنية عندنا مجموعة من الأهداف يجب على الطالب والطالبة تحقيقها والحصول على أقصى فائدة منها لكل درس دائما أهداف أهداف هذا الدرس إن شاء الله ستكون كالتالي نتوقع من الطالب ومن الطالبة مع نهاية هذا الدرس أولا أن يذكر نبذة عن تاريخ استخدام الألوان على الخامات المختلفة ثانيا أن يعدد الطالب وتعدد الطالبة قواعد المنظور وفي الهدف الثالث لهذا الدرس أن يشعر الطالب وكذلك تشعر الطالبة بأهمية المنظور في الأعمال الفنية المختلفة رابعا أن يرسم الطالب وكذلك ترسم الطالبة لوحة باتباع قواعد المنظور ننتقل أحبة الآن إلى بداية هذا الدرس وإلى مقدمته حيث نجد على السبور الآن أن ترتبط عن ناصر العمل الفني سواء كان مسطحا أو مجسما ارتباطا وثيقا بالخامة المنفذ عليها العمل وبالألوان المناسبة لهذه الخامة وتختلف الألوان باختلاف الخامات عندنا الآن أحبة فيه شيء اسمه الخامات الخامات قد تكون من القماش أو قد تكون نفس الجدران تعتبر خامة قد تكون من الزجاج أو من الخشب أو من الورق أو من أي مادة أخرى من المواد الموجودة حولنا في البيئة المحيطة كل نوع من هذه الخامات يحتاج إلى نوع معين ومحدد من الألوان حتى تتوافق هذه الألوان مع طبيعة الخامة وتلتصق بها وتظهر الجمالية التي هي جمالية اللون على الخامة المختلفة أي كان نوعها قماش أو زجاج أو خشب أو معدن أو أي حتى خامة طبيعية كنوع من الحجارة أو حتى جدران البيوت العادية نكمل قراءتنا للنص كما أن لكل خامة العديد من الألوان فمثلا للقماش هناك عدة ألوان تختلف باختلاف نوع القماش فالحرير نستخدم معه ألوان السيتا سلك أما ألوان السيتا كالر فتستخدم لجميع أنواع الأنسجة الفاتحة والناعمة والسميكة وذات الألياف الطبيعية والألياف الصناعية عندنا الآن النوع الثاني من أنواع الأقمشة والأنسجة المختلفة اسمها السيتا كالر كان قبل قليل سيتا سلك سلك كلمة إنجليزية معناتها الحرير فهناك الأقمشة الحريرية الناعمة يستخدم معها نوع مخصص من الألوان هو ألوان السيتا سلك أما السيتا كالر فيتستخدم لكافة أنواع الأقمشة الفاتحة سواء كانت رقيقة هذه الأقمشة خفيفة أو سميكة أي أن كان نوعها فنستخدم معها النوع الآخر من الألوان والألوان التي تسمى بألوان السيتا كالر أما الفخار والسراميك والمعدن فنستخدم معه ألوان خاصة تسمى بألوان السراميك وهي ألوان لماعة وتجف في الهواء وكذلك هي مقاومة للشمس طبيعة الخامة التي هي القماش تختلف عن طبيعة الخامات الأخرى مثل الفخار والمعادن طبيعة المعادن الألوان التي نستخدمها على القماش قد لا تصلح للاستخدام على الفخار أيضا لا تصلح الاستخدام على المعدن فالمعدن قد يكون معدن سيارة قطعة خارجية في السيارة مثلا هذه معرضة للهواء والشمس إذا استخدمنا معها ألوان عادية مثل ألوان القماش لن تتماسك هذه الألوان أو لن تلتصق هذه الألوان على السطح المعدني والتالي ستتعرض للتقشر سريعا فلذلك لكل خامة من الخامات نوع محدد من الألوان له خواص كيميائية وطبيعية تصاعده على الثبات وعدم تغير اللون وعدم البهتان التبهيت الذي يتحول اللون من اللون الأصلي إلى اللون فاتح جدا حتى أنه في الأخير يتحول إلى اللون أبيض هذا هو بهتان الألوان بسبب حرارة الشمس أو بسبب التعرض للظروف المختلفة مثل الرياح وأحيانا قيادة السيارة في جو في شيء من الغبار أيضا ذلك يسفع هذا السطح الخارج وبالتالي يغير الألوان فكل خامة من الخامات وكل سطح من الأسطح له نوع محدد من الألوان يستخدم حسب الحاجة إليه طبعا عندنا في الشريحة التالية أحبتي بالنسبة للخامات المختلفة والألوان خامة الورق فلكل نوع من أنواع الورق نوعية معينة من الألوان تناسبه تتوافق مع مزاياه فورق الكانسون الخشن تناسبه ألوان الباستيل بجميع أنواعها أما ورق البرستول فيتناسب مع ألوان القواش والأكريلك وهكذا طبعا أحبتي الأوراق ليست أوراق فقط التي نجدها في الدفاتر أو في الكتب لها سماكات مختلفة أيضا أسطح هذه الأوراق تتناوح ما بين الناعم إلى متوسط النعومة إلى الخشن إلى شديد الخشونة كل نوع من الأوراق هذه له وظائف معينة بعضها قد يكون كرتون للتغليف بعضها قد يكون ورق فقط للرسم بعضها قد يكون أيضا ورق ذو لمعة معينة من أجل لفة الانتباه كل نوع من هذه الأنواع له مسميات وله خصائص مختلفة ما بين السماكة والنعومة والخشونة فلذلك يستخدم مع كل نوع من أنواع الأوراق هذه ما يناسبه من الألوان حسب نوعة فعندنا أنواع مختلفة من الألوان ونحن سبق أن تعلمنا أن هناك نوعية من الألوان نسميها ألوان الباستيل الناعم وهناك الباستيل الشمعي أو الزيتي هناك أيضا أحبتي ألوان الفلوماستر أو أقلام الفلوماستر خاصة بالتلوين وهناك الألوان المائية أو ألوان القواش وهي الألوان التي تأتي في أنا بيبع السارة ونخلطها مع الماء ثم بعد ذلك نستخدمها في التلوين هذه كلها تخص الورق وألوان الورق طبعا بالتأكيد تختلف عن ألوان المعادن وعن ألوان السراميك كذلك فهي تختلف أيضا عن ألوان القماش المختلف بأنواع سواء كان أقمشة حريرية ناعمة أو أي نوع آخر من الأقمشة والخامات النسيجية المختلفة طبعا تاريخيا أحبتي قد استخدم التلوين على الخامات المختلفة في العصور القديمة وفي الفنون الإسلامية تحديدا حيث كان للتلوين على الخامات المختلفة دور أساسي كما سنشاهد بعد قليل في الشكل واحد واثنين طبعا الألوان ليست في عصر الحاضر وإنما معروفة من آلاف السنو منذ القدم والمسلمون الفنانون قد تعرفوا على هذه الألوان واستخدموها وأظهروا جمالية وإبداع الفنان المسلم في كافة المشغولات المختلفة سنشاهد الآن أحبتي على الشاشة الشكل رقم واحد وهو قبل أن ننتقل الأشكال نراجع معنا على السريع القماش والأنسجة المختلفة لها ألوان السيتا سلك أما الفخار والسيراميك والمعدن فلها ألوان السيراميك وبعد ذلك الورق أحبتي سيكون له ألوان الباستيل أو القواش أو الأكريليك أو أي نوع آخر من الألوان المختلفة بالنسبة لأحبتي المثال هو الشكل رقم واحد هنا عندنا صورة لإناء إسلامي بأشكال نباتية وهو من الأشياء التي وجدت في العراق ويعود تاريخ هذا الإناء إلى القرن التاسع الميلادي طبعا هذا منذ القديم وذو مئات السنين أحبتي طبعا هذا الإناء استخدم معه نوع من الألوان وهي ألوان نتذكر الألوان الخاصة بالفخار والمعدن هي ألوان أحسنتم هي ألوان نعود مرة أخرى إليها لنتذكرها ألوان السيراميك أحسنتم طيب هذا بالنسبة لهذه الألوان ونلاحظ أنه لأن الفنان المسلم عرف كيف يختار الألوان المناسبة فقد بقيت ثابتة على هذا السطح لمئات السنين هذه من القرن التاسع ونحن اليوم في القرن الحادي والعشرون فمنذ مئات السنين وهذه الألوان لا زالت ثابتة ومحافظة على رونقها وعلى بهائها وجمالها فلذلك أحبتي ما نشاهده هنا أن الفنان استطاع أن يختار بعناية الألوان المناسبة على السطح المناسب وبذلك بقيت طوال هذه الفترة الطويلة التي تمتد إلى مئات السنين عندنا أيضا أحبتي في موروثنا الشعبي هذه صورة من أحد المنازل الشعبية ويوجد فيها أبواب ملونة وجدران مزخرفة بألوان شفافة على اللون الأبيض لو لاحظ في البداية أحبتي عندنا هنا هذه هي الأبواب كما تشاهدون هذه الأبواب الآن أضع لها إشارة باللون الأصفر كما تشاهدون هذه الأبواب لونت بألوان خاصة لأنها مصنوعة من الخشب فتحتاج إلى نوع من الألوان يختلف على الألوان التي تستخدم على النسيج أو على الجدران أو حتى على أي خامة أخرى موجودة في هذه المنازل وبهذا إذا أحسن الفنان والفنانة اختيار الألوان المناسبة وضعها بالشكل الصحيح على السطح حسب حاجة هذا السطح فإن الألوان هذه ستبقى لفترة طويلة وتحافظ على رونقها وجمالها ننتقل إلى الجزء الآخر في هذه الصورة عندنا اللي هو مثل ما نشاهد فيه التضليل الآن باللون الأخضر الفاتح هذا التضليل أحبتي الذي يبدو عندنا باللون الأخضر عبارة عن تحديد للخامة التي لونها الفنان الشعبي في القديم طبعا هذه الخامة هي من النسيج لأنها عبارة عن قماش تنجيد ينجد فيه المكان الذي يجلس فيه الإنسان في ذلك الوقت هنا أحبتي استخدم معها ألوان السيتا كلر نعم هي ألوان السيتا كلر لماذا؟ لأنها من النسيج والنسيج هو القماش فألوان القماش تسمى سيتا كلر إذا كانت أقمشة عادية أما إذا كانت أقمشة ناعمة أو حريريا نسميها أحسنتم سيتا سلك سيتا سلك ننتقل الآن أحبتي إلى الجزء الآخر من هذه اللوحة كما نشاهد في التضليل هنا في مجموعة من الرفوف التي توجد في الجدران هذه الرفوف أحبتي تحتوي على بعض المشغولات المعدنية يعني في مباخر مغطاة بشيء من المعادن هناك أيضا مجموعة من الدلال والأواني المعدنية المختلفة موضوعة في هذه الرفوف ويستخدم معها الفنان طبعا ألوان خاصة بالمعادن وهذه الألوان تبقى لفترات طويلة إذا كانت هي ألوان خاصة بالمعادن هذه طبعا أحبتي نظرة سريعة إلى الموروث الشعبي والألوان في الموروث الشعبي كذلك في الشكل رقم واحد شيء من الثقافة والفنون الإسلامية وأثرها الذي يستمر حتى هذا الوقت ونشاهدها في المتاحف وفي كل مكان حولنا من الأماكن التي تعنى بالأثريات ننتقل أحبتي إلى الشريحة التالية عندنا الخامات والألوان من أفضل الطرق لمعرفة تناسب الخامة مع اللون هي التجربة فالتجارب توضح مدى التوافق بين الخامة المستخدمة واللون وبالتجارب قد توحي الخامة نفسها إلى استخدام نوع معين أو لون معين لم يستخدم من قبل طبعا أحبتي دائما نحن في مادة التربية الفنية ندعوكم إلى التجريب يعني ممكن نجرب أي نوع من الألوان على أي خامة أخرى ليس فقط من أجل أنه ممكن يمشي لون هذا على هذه الخامة أو لا ولكن من أجل أيضا اكتساب الخبرة قد نأتي بفكرة جديدة حينما نجرب استخدام ألوان على أسطح مختلفة أحيانا ممكن نستخدم ألوان القواش على بعض أنواع الأقمشة ولكن نعلم أنه عند غسيل هذا القماش هذه الألوان بالتأكيد ستزول بفعل الماء وبفعل الغسيل فلذلك ممكن نرسم على القماش بشرط أن لا يغسل وتبقى الرسمة ثابتة ممكن نستخدم طبعا باستخدام ألوان القواش ممكن نستخدم أيضا ألوان السيتة سلك ونجرب أثر هذه الألوان على الورق نجرب أثر هذه الألوان على الكرتون على أي خامة أخرى من الخامات الموجودة حولنا كذلك ممكن نجرب أنواع من ألوان الزجاج على الخشب أو على أي خامة أخرى ونشهد أثرها ونتيجتها قد تعطي نتائج براقة قد تعطي نتائج جميلة كل هذا يعني يتعرف عليه الطالب والطالبة الفنان والفنانة من خلال التجربة فلذلك أحبتي دائما ندعوكم إلى تجربة كل أفكار جديدة تخطر في أذهانكم وتطبيقها في أرض الواقع مع مراعاة الشروط الخاصة بالسلامة في حال كانت المواد التي تستخدمونها فيها شيء من الخطورة مع أن الألوان في الغالب لا يوجد فيها خطورة طبعا عندنا في نشاط هنا في الكتاب أنه من الخامات المختلفة وبالألوان المناسبة اختار عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة خامة ولونوها بما تروه من الألوان ولاحظوا مدى تناسب الخامة مع اللون المستخدم عليها ننتقل أحبتي إلى الجزء الثاني من هذا الدرس وهو عن المنظور مثل ما نشاهد هنا في هذه اللوحة هذه اللوحة تراعي شيء اسمه المنظور والمنظور أحبتي كما نلاحظ في الرسم فيه هنا عندنا الأشكال القريبة من العين تبدو كبيرة لنلاحظوا أن سكت القطار الممتدة خلال هذه اللوحة كلما اقتربت من عين الناظر أو المشاهد كلما أصبحت أكبر وكلما ابتعدنا أصبحت الخطوط المتوازية فيها أصغر شيئا فشيئا حتى نصل إلى عمق هذه اللوحة المنظور أحبتي بأبسط صورة حينما يكون عندي مثل هذا الجهاز في يدي إذا قربته من عيني فإنه سيغطي على كل شيء لن أرى شيئا من خلال هذا الجهاز سيبدو لي أن هذا الجهاز أكبر شيء موجود في مستوى النظر عندي أنا في نظري سيبدو أن هذا أكبر شيء لكن إذا بعدت عني هذا الجهاز سيصبح صغيرا ويبدأ يتلاشى يصغر يصغر ويستمر في الصغر حتى يتلاشى حينما يصل إلى نقطة في رسم المنظور تسمى نقطة التلاشي وكلمة التلاشي من لا شيء يعني تصبح كأنه لا يوجد شيء لأن هذا إذا ابتعد عني مسافة طويلة جدا لا أستطيع أن أراه لو كان على بعد 100 أو 200 متر لن أستطيع أن أراه هذا الجهاز لذلك أصبح في نقطة التلاشي لأنه بدأ يصغر هنا أيضا ينطبق هذا الكلام أحبتي على الرسم باتباع قواعد المنظور ففي النص المكتوب نلاحظ في الرسم أن الأشكال القريبة من العين تبدو كبيرة عن الأشكال البعيدة عن العين وهذا ما يسمى به المنظور وليتأكد من ذلك في الواقع نطبق تجربة بسيطة وهي أن نضع أمام آيوننا علبة كبريت فسوف نراها أكبر من بناية بعيدة نوعا ما وكلما بعدت البناية كلما صغروا حجمها كذلك أحبتي سنتعرف على ما يسمى به المنظور الخطي ويقصد به مظهر الأشياء ويتحدد من خلال أوضاعها والمسافات التي بينها فالخطوط المتوازية مثل خطوط سكة الحديد في هذا الشكل تلتقي عند نقطة التلاشي على خط الأفق والمنظور الخطي من العناصر المستخدمة لتنفيذ الأعمال الفنية وله عدة أشكال كما يرتكز على عدة قواعد أهمها نقطة التلاشي التي تلتقي فيها جميع الخطوط المتوازية على خط الأفق وقد يكون في اللوحة أكثر من نقطة التلاشي واحدة أحبتي هذا الكلام كله سنستعرض الآن بشيء من التفصيل على نفس اللوحة سنشرح نقطة التلاشي وخط الأفق وكذلك الخطوط المتوازية الخطوط المتوازية سواء كانت بشكل أفقي أو حتى بشكل رأسي سنستعرض معا هذه على اللوحة كما تلاحظون أحبتي هنا هذه اللوحة بشكل مكبر وواضح عندنا في البداية هذا هو خط الأفق اللي يظهر عندي باللون الأسود لاحظوا الآن حددت خط الأفق هذا خط الأفق طبعا خط الأفق هو الخط الذي يفصل السماء عن الأرض وهو الذي يعطيني نوع من التوازن في اللوحة أستطيع من خلاله أن أضع العناصر حسب قربها وبعدها وقلنا أن العناصر القريبة تكون كبيرة والعناصر البعيدة كلما بتعدد داخل اللوحة كلما أصبحت صغيرة تصور تصور حتى تصبح تتقي في نقطة التلاشي وتصبح لا شيء تصبح ماذا؟ لا شيء طيب بعد ذلك أحبتي سنستعرض معا بعض الخطوط المتوازنة وهذه التي تبدو الآن باللون الأحمر على الأعمدة أعمدة الكهرباء التي تأتي بجوار هذه السكة أو بجوار سكة الحديد سكة القطار هذه الأعمدة اللي باللون الأحمر كلها خطوط متوازية لو تلاحظون أيها الأحبة أنه عندنا يعني عمود الكهرباء اللي قريب من يعني الشخص اللي ينظر لللوحة واضح أنه كبير وكلما دخلنا في عمق اللوحة كلما بدأ يصغر هذا العمود يصغر 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 حتى يلتقي في وسط اللوحة في نقطة التلاشي يصبح لا شيء يصبح لا تستطيع أن ترى العمود لأنه بعيد جدا في عمق الصورة أو في عمق اللوحة لو نلاحظ الآن هنا عمودين متوازيين نفس الطول لكن العمود اللي في الضلع الآخر في الباب لو نلاحظ الآن العمود البعيد أصغر أو أقصر من العمود القريب هناك أيضا العمود الخاص برسم الجدار يبدو أيضا أقصر زي ما عندنا أحبة فيه خطوط رأسية في عندنا أيضا خطوط أفوقية نسميها خطوط أفوقية لأن لها علاقة بالأفق لو نلاحظ الآن عندنا خطوط سكة الحديد القريبة كبيرة وكلما دخلنا فيه عمق اللوحة كلما أصبحت أصغر وتبدأ تصغر بهذا الشكل كما نلاحظ عندنا هناك في منتصف هذه اللوحة أيها الأحبة نقطة صغيرة حطيتها باللون أو وضعتها باللون الأحمر هذه النقطة هي نقطة التلاشي عندها تلتقي قضبان سكة الحديد وبالتالي تصبح هذه النقطة يعني مثل ما نقول هي نقطة التلاشي سأشير عليها بالقلم حتى تكون واضحة للجميع هذه أحبتي هي نقطة التلاشي في هذا المكان هذه النقطة يلتقي فيها كل شيء كل العناصر الموجودة على هذه اللوحة تلتقي في هذه النقطة سكة القطار الخشبية القطع الخشبية على سكة القطار كلما دخلنا في عمق اللوحة باتجاه نقطة التلاشي كلما أصبحت أصغر كذلك الأعمدة أعمدة الكهرباء كلما دخلنا باتجاه نقطة التلاشي كلما أصبحت أقصر شيئا فشيئا حتى جدار البيت هذا أو جدار المحطة محطة القطار أيضا الظلع القريب مننا على محطة القطار في الجدار يبدو أطول من الظلع البعيد مع أن طولهم واحد لكن بسبب قواعد المنظور فإن الإنسان يرى الظلع القريب أطول من الظلع البعيد بالنسبة لجدار محطة القطار في هذه اللوحة عرفنا أحبتي الآن ثلاثة عناصر رئيسية أولا خط الأفق الذي يفصل السماع على الأرض ثم بعد ذلك الخطوط المتوازية الخطوط المتوازية تساعدنا في تحديد حجم الأشياء القريبة أحسنتم كبيرة والبعيدة صغيرة لما يقترب العنصر من عين المشاهد يصبح كبيرا جدا يغطي على كل شيء لكن حينما يبتعد كلما زاد البعد كلما زاد الصغر حتى يتلاشى الشكل ويصبح غير مرئي وأخيرا تعرفنا على نقطة التلاشي وقلنا أنه سبب تسميتها بهذا الاسم أنها عندها تتحول الأشياء إلى لا شيء يصبح ليش هناك أي شيء يمكن رؤيته أحبتي هذا طبعا فيما يتعلق بقواعد الرسم بالمنظور وهذا ما يتعلق بهذه اللوحة عندنا طبعا مختصر الكلام أنه نقطة التلاشي والخطوط المتوازية وخط الأقف الأفق هي تعتبر أهم قواعد المنظور وأهم القواعد التي يجب على الطالب والطالبة أثناء الرسم مراعاتها حينما يرغبون في الرسم باتباع قواعد المنظور حينما نريد أن نحصل على اللوحة جميلة فيها عمق وفيها جمالية الرسم لابد أن نراعي هذه القواعد الثلاثة نكمل القراءة هناك عدة حالات أخرى للمنظور تتحدد بمستوى النظر فهناك المنظور من الأعلى وهناك المنظور من الأسفل وأيضا ما هو على مستوى النظر وتحت مستوى النظر وفوق مستوى النظر وفي الرسم الموضح سيظهر عندنا خط الأفق والذي يظهر أمام عين النظر إلى اللوحة وتكون فيه نقطة التلاشي أحبتي هنا عندنا لوحة للفنان السعودي يوسف جاهة طبعا هذه اللوحة اسمها طريق الطائف لو نلاحظ أن اللوحة هذه تحتوي على نقطة التلاشي وكذلك تحتوي على خط أفق وأيضا تحتوي على الخطوط المتوازية طيب أين نقطة التلاشي؟ نقطة التلاشي أيها الأحبة ستبدو معنا في هذا المكان هنا في هذه المنطقة تعتبر نقطة التلاشي حيث تلتقي خطوط الطريق ونلاحظ أن الطريق إذا دخل في عمق اللوحة يبدأ يضيق حتى ينتجه إلى نقطة التلاشي ويختفي بالتالي كذلك هنا الجزء الآخر من هذا الطريق أيضا يلتقي مع الخطوط الأخرى في داخل اللوحة وبالتالي يتلاشى معنا ويصبح لا نستطيع أن نرى الطريق يعني هذا الطريق الآن أحبتي ملتف إلى جهة اليسار هذا الطريق كما نشاهد على اللوحة كلما بدأ يبتعد عن مستوى النظر كلما بدأت تتقارب الخطوط مع بعضها البعض حتى يصبح لا يوجد توازي بين الخطين وإنما تلتقي مع بعض والسبب يعود إلى مراعاة قواعد المنظور وهذا هو الشكل الطبيعي والشكل الصحيح للرسم بقواعد المنظور بعد ذلك أحبتي عندنا خط الأفق خط الأفق هو الخط الذي يفصل السماء عن الأرض وهو كما نشاهد هنا على هذه اللوحة أين السماء في هذا الجزء وعندنا أيضا في الجزء الآخر إلى الأسفل تكون الأرض فهنا يقع خط الأفق في هذا المكان بعد ذلك أحبتي عندنا الخطوط المتوازية الخطوط المتوازية مثل هذه الخطوط اللي هنا اللي في هذا الجانب اللي تتحدد لنا ارتفاع التلال البعيدة الموجودة على هذه اللوحة طيب أحبتي هذا فيما يتعلق بتحليل للوحة الفنان يوسف جاه ننتقل الآن إلى قواعد المنظور مرة أخرى ولمراجعتها على السريع تحتوي على نقطة التلاشي وخط الأفق والخطوط المتوازية مستويات المنظور أحبتي أعلى مستوى النظر يبدو معنا مثل شكل هذا المكعب كأن المشاهد ينظر من الأسفل إلى الأعلى يعني لو أنا أقف في أسفل عمارة وهذه العمارة من 10 أو 15 دور سأشاهد النوافذ الموجودة في هذه العمارة عندي مستوى النظر من أسفل إلى أعلى النوافذ القريبة مني ستبدو كبيرة ولكن كلما اتجهت إلى الأعلى حتى أصل إلى آخر دور ستبدأ تصغر هذه النوافذ وفي العماير الطويلة جدا قد لا أستطيع أن أرى آخر نافذة بسبب الاتجاه نحو نقطة التلاشي بالنسبة لعين الناظر فهذا هو مستوى أعلى النظر أما المستوى الآخر وهو مستوى النظر ويكون بهذا الشكل مثل رسم هذا المكعب وهو في نفس المستوى كأنني أنظر إلى شيء في نفس مستوى نظري وأنا أقف هذا هو مستوى النظر هناك ما يكون أسفل مستوى النظر كما نشاهد على المكعب هنا اللي لو أني أنا أقف على عمارة وأنظر إلى الأسفل فستبدو الأشياء القريبة مني كبيرة والأشياء كلما تجهت إلى الأسفل في العمق كلما أصبحت صغيرة مثل الذي ينظر إلى قاع بئر البئر هذه في فوهتها ستبدو كبيرة ولكن في القاع ستكون ضيقة وقد تكون مظلمة لا أستطيع أن أرى شيء وهنا تكون هذه النقطة المظلمة هي نقطة التلاشي عندنا يا حبة الآن ننتقل إلى التقويم مع نهاية هذا الجزء من الدرس ورقة البرستول هو الورقة التي تناسبه ألوان القواش والأكريلك بالنسبة للألوان التي تستخدم في تلوين الحرير تدعى ألوان في عندنا نوعين سيتا سلك وسيتا كالر في شيء خاص بالأنسجة الناعمة زي الحرير وفي شيء خاص بالأنسجة العادية وغيرها يسمونها سيتا كالر إذن الحرير تعتبر ألوان سيتا سلك أحسنتم ألوان سيتا سلك طيب في سؤال آخر بالنسبة للتقويم العبارة التالية الأشكال القريبة من العين تبدو كبيرة خلافا للأشكال البعيدة عنها فيما يعرف بالمنظور هل هذا الكلام صحيح؟ الأشياء القريبة من العين تبدو كبيرة وحينما تبتعد تبدو صغيرة كذلك النوافذ وأنا جالس أو أقف في أسفل العمارة النوافذ القريبة كبيرة لكن كلما صعدت إلا على كلما أصبحت صغيرة هذا هو أحسنتم هو المنظور إذن هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم هذه العبارة تعتبر من العبارات الصحيحة وهذا هو شيء خص المنظور هذا تعريف المنظور أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في القسم العملي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم